موف موريتل عالم جديد يناديكم المترشحون للانتخابات الرئاسية يواصلون انشطتهم الدعاية لشرح برامجهم الانتخابية ودعوة الناخبين للتصويت لهم يوم الاقتراع الحملة الدعاية للمترشحين للرئاسية عشرين أربعة وعشرين تتواصل على عموم التراب الوطني ذي جو تطبعه السكينة والانضباط اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تخصص النقطة الصحفية اليومية للحديث عن طواقم الاشراف على عملية الاقتراع والطعون الموجهة في هذا الاطار طيب الله أقاتكم إنما كنتم مشاهدين أهلا بكم إلى مسائية الموريتانية أصحابكم فيها عزة عبدهاشم وفي لغة الإشارة عائشة علي نبدأ مسائيتنا الليلة بالنافذة الخاصة بالحملة الانتخابية الممهدة لاقتراع التاسع والعشرين يونيو الجاري بعد الفاصل أكد المترشح للانتخابات الرئاسية ألفين وأربعة وعشرين محمد الشيخ الغزواني خلال مهرجان انتخابي في مدينة تيجججا أن حصيلة الإنجازات التي حققتها موريتانيا خلال السنوات الخمس الماضية كانت جيدة وأضاف أن الحكومة اعتمدت خلال المأمورية الماضية سياسة تنموية هدفة في هذا المهرجان الانتخابي بملعب مدينة تيجججا قدم المترشح محمد الشيخ الغزواني الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي مؤكدا أن حصيلة الإنجازات التي حققتها البلاد خلال السنوات الخمس الماضية كانت مشرفة رغم ما صاحب هذه الفترة من إكراهات متعددة وأزمات إقليمية ودولية وقال المترشح إن مأموريته المقبلة في حال نيل ثقة الناخبين يوم الاقتراع ستركز على القيام بإصلاحات قوية لخلق الظروف اللازمة لتمكين الشباب وتعزيز دوره في الإنماء الاقتصادي وفي تطوير البلاد من خلال خلق فرص العمل ومحاربة الفساد بصرعمة وإطلاق ثورة زراعية وتعبئة كل الجهود للاستفادة من مقدرات البلد في مختلف المجالات التنموية وأكد المترشح أنه سيسعى إلى بناء دولة قوية وعادلة تكون فيها الإدارة فاعلة وفي خدمة المواطن وستمنح الأولوية فيها لتعزيز الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي نريد إن شاء الله أن نبني دولة مواطنة دولة قانون وديمقراطية تعتمد هذه الدولة على إدارة عندها كفاءة وقريبة من المواطنين أنا أريد هذه دولة ينمو اقتصادها وتتوسع تنميتها وتصلح بيئتها ويحارب فيها الفساد بقوة لا تردد فيها أريد هذه دولة نعطي فيها الأولوية لشبابنا تأطيرا وتكوينا وإشراكا أريد هذه دولة تتوفر فيها الخدمات الأساسية للمواطنين أريد هذه دولة قوية ومهابة يعود جيشها محترف وأمنها فعال وعلاقاتها سالكة مع الجميع وتسهم في الاستقرار وتنشر السلم واستعرض المترشح محمد والشيخ الغزواني بعض الإنجازات التي تحقت لصالح ولاية تقاند خلال المأمورية الأولى والتي شملت بناء خمس مؤسسات تعليمية وخمس نقاط صحية وتشيد مستشفى مدينة تجججا وبناء 12 شبكة للمياه وشبكة طرق حضرية في مدينة تجججا والشروع في تشيد طريق تجججا القدية بومديد وبناء 22 سدا في الولاية بالإضافة إلى توفير التأمين الصحي لأزيد من 22 ألف أسرى واستفادة آلاف الأسر من التحويلات النقدية تعهد المترشح للانتخابات الرئاسية 2024 السيد محمد الميل المرتج الوافي خلال مهرجان انتخابي ترأسه الليلة البارحة في ولاية واكشوت الغربية بمواصلة سعيه إلى إنقاذ البلد من المستنقع الذي وصله وفق تعبيره هنا بمحاذاة محور الطريق نوكشوت واليبو بمقاطعة تمرق زينة يحضر المترشح لاستحقاقات 2024 محمد الميل المرتج الوافي سهرة دعائية بفضور مناصره ومؤيده وذلك في مستهل جولة دعائية جديدة تقود المترشح إلى ولاية الشمال تنطلق من العاصم واكشوت صور مكبرة لمترشح وصدف فضور غالبيته من الفئة الشابة كانت سمة البارزة لهذا النشاط الدعائي الذي تحللته وصلاة موسيقية وكان هذا اللقاء الجماهيري فرصة للمترشح للسباق الرئاسي محمد الميل المرتج الوافي للحديث عن مشروعه السياسي ودوافع ترشحه للمرة الثانية على التوالي لهذا الاستحقاق موسيقى أكد المترشح على أن البلد يحتاج قيادة ذات كفاءة قادرة على تشخيص واقعه الاقتصادي ومعالجة الاختلالات الناجمة عن عقود من التسير الفاسد على حد قوله وأكد المترشح لاستحقاقات 2024 محمد لمين المرتج الوافي أن من يريد إصلاح البلد لابد له من مؤهلات علمية تمكنه من ذلك مشيرا في هذا الصدد أنه يمتلك تلك المؤهلات ويرغب في توظيفها للسير بالبلد إلى التطور والإزدهار البساد باي قدي حارب وحد ما عنده خلفية اقتصادية ويعرف البساد قاعد لين وقد يعرف بني والمرشح الوحيد من المرشحين السبع بعد كابل احترام لهم ما بهم حد عنده خلفية اقتصادية ما محنا وكان هذا اللقاء الدعائي الأول من نوعه أمام الساكنة العاصمة خلال الحملة الانتخابية الحالية برصة لشرح برنامج المترشح وتبيان محاوره الأساسية وما يحمله من بشائر للشعب الموريتاني في حال فوز المترشح في الانتخابات القادمة عقدت حملة المترشح حمادي سيد المختار مهرجانا دعائيا في مدينة كيفا عاصمة ولاية العصابة تطرق فيه المتحدثون لما سموه غياب الخدمات الأساسية على الولاية وتوقف فريق الحبلة في محطات عدة بولايتي العصابة وتكانت مدينة كيفا عاصمة ولاية العصابة تستقبل بمترشح الانتخابات الرئاسية حمادي سيد المختار وفتح حزبه المرافقة له المترشح قال إن كيفا العصية الأبية أوضحت أنها مع الإصلاح وضد الفساد وضف أن العصابة ستكون معهم وأنها طالما منحتهم أصواتها التي نافسوا بها السياسيين كبارا العصابة تواصلية مئة بالمئة العصابة ستزلزل كيان الانتخابات بالتاسع والعشرين من هذا الشهر العصابة صوتها للإصلاح والتنمية العصابة صوتها للتغيير العصابة صوتها للإصلاح العصابة تقب في وجه الإفساد ها أنتم اليوم تقولون ذلك ترفعون أيديكم إثباتا لأنكم ضد الفساد وضد المفسدين وضد المحسوبية ومع الإصلاح والتنمية هذه كيفا التي زاحمت فيها السياسيين سياسيين كبار يوعوا على إخلاقتنا ما كانوا يتوقعون للمشروع يجد زاحمهم زاحمناهم هون في كيفا إليهم جاءوا طواعية وجلسوا بجانبنا وتحدثوا معنا كل ذلك بفضلكم جميعا أيها التواصليون والتواصليات سمحوا لي نقول أني شاكركم كاملين شاكر أصحاب المبادرات وشاكر التواصليين والتواصليات علي الحشد الكبير في هذه الومسية الرائعة الجميلة المترشح أكد أن التواصل كان ونازل واقفا مع العصابة ونضل من أجلها حسب قوله وتعهد إنه وفاز في الانتخابات إلى تقسيم ولاية العصابة إلى ولايتين شرقية عاصمتها كيفا وغربية عاصمتها باركيويل المتحدثون كرروا الحديث عن غياب الخدمات كما الحال في مهرجانات سابقة وقالوا إن موريتانيا تعالي التهميش وارتفاع الأسعار وفق حديثهم وتسألوا عن فائدة التامين الصحي إذا كانت المستشفيات غير موجودة ولا طباء غير متوفرين ثم تواصلوا على التصويت لمشروع الحزب يوم الاقتراء غير بعيد من مدينة كيفا نظم أصار التواصل في غير مهرجانا شكروا فيه الحزب على ترشيح رئيسه لرئاسة الجمهورية المترشح رحب بفريق حملته المرافق له في مدينة كيرو معقل أنصار الحزب الذين غرصوا نخلة الحزب وآمنوا بالحزب ومشروعه وفق تعبير بالغاية كانت أيضا إحدى محطات التوقف المترشح الذي قال لمؤيده إن التغيير قادم مضيفا أن على الإدارة ولجنة المستقلة للانتخابات أن تعلم أن التزوير لن يكون مقبولا وفق تعبير في كلمة المقتضبة وجهها المترشح لمؤيده في تامورت النعاج قال فيها إن الفشر يتجلى في كل مناحي الحياة وأعطى مثال على ذلك بانقطاع الكهرباء ثم بعد بتوفير التعليم والصحة والماء والكهرباء وفق تعبيره كما توقف المترشح ووفده توقفين في أشرب حيا خلالهم المترشح تجمعين مختلفين استقبلاه رافعين الصور المكبرة وشعر الحزب أكد المترشح تام أنتوان سوليمان سوماري لسكان مدينة العيون أنه طبيب يتقدم للانتخابات الرئاسية بقيم ونزاهة الطبيب في الصدق مع مرضاه والحرص على علاجهم مطالبا سكان العيون بالتصويت له يوم الاقتراع لنقل المدينة من واقع إلى آخر مغاير حسب قوله مثلت مدينة العيون محطة أخرى من محطات الجولة الانتخابية للمترشح أوتوما أنتوان سوماري وكانت تركيز في هذه المحطة على ضرورة إتقان الفعل انتخابي واتخاذ الحيطة اللازمة لضمان وصول صوت الناخب إلى وجهته النهائية على حد تعبير المتدخنين أما في جانب المداخلات فقد تضمنت تذكيرا لساكنة مدينة العيون بواقعها المعيش منذ ما قبل المؤمورية الماضية وتدهو الروضاع المعيشية بعد كل الأمال المعلقة على تغيير يطال الوضعية الحياتية لساكنة المدينة على حد تعبير المتدخنين وتناولت المداخلات المفارقة الصارخة بين مدينة العيون كخزان انتخابي تعول عليه الأنظمة المتعاقبة وتدني العائد التنموي والاقتصادي للمدينة في مقابل زخمها في عدد الأصوات الممنوحة للأنظمة الرافضة للتغيير يقول المتدخلون هذه الوضعية تستدعي على حد تعبير بياده طاقم حملة المتدخلين أوتوما أنتوان سوماري تجربة خيار جديد والحكمة في اختيار المتدخل الذي يرد الجميل ويترجم أصواته وتطلعات الساكنة إلى مستقبل تنموي أكثر إشراقه حسب المتدخلين 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 أوتوما أنتوان سوماري أكد في كلمته بالمناسبة أنه طبيب وأن الطبيب لا يكذب مرضاه وإذا كان الطبيب سياسيا فلن يخيب الأمال وأنا شعاري ما هو شعار أنا شعاري هو شيء لا يقول له ولا يخرج إن شاء الله أنا طبيب ما نقدر نكذب إلى مرضاه ونفس الشيء لا نعذره معه شعب موريتاني إذن لا يقول لكم ما ينكاذب عليكم قدامكم هنا تيا لا ينعطيكم شيء من أمل إن شاء الله هو شغلتنا l'ahna إن شاء الله إلى نرأسه موريتاني نجيب الأمل ونجيبه ذه اللي حكحك ذه اللي فاعل لا ينكوي لكم لا ينكوي لكم عن موريتاني لا تصلح إن شاء الله لا يتصلح بها بيهما نبقوها لا يتصلح بهما تستقل لا يتصلح بيهما يشتقلوها إن شاء الله موريتاني لا تصلح بارك اللهおcimento مهرجان العيون كان كذلك مناسبة لتقديم الجوانب الإنسانية والوطنية للمترشح وتذانيه في خدمة الوطن من موقعه كطبيب مختص وهو ما أكدت الاستشارات الطبية والمعاينات للمرضى والحالات التي شخصها المترشح في مقر ضيافته في مدينة العيون رغم شغالاته السياسية حسب المتدخلين وطالب المتدخلون من ساكنة العيون دعم هذه الصفات التنافسية التي يستأذر بها المترشح من بين جميع المترشحين على حد وصفهم والتصويت له يوم الاختراع ترأس المترشح للانتخابات الرئاسية 2024 ممد بوكاربا أمسي تجمعات انتخابية في كل من بابا بي وعبدالله ديري وآيرون باري وفي كلمة ألقاها أمام الحضور في بابا بي أعرب المترشح عن ارتياحه لحجم الاستقبال في بابا بي مع دخول حملة الانتخابات الرئاسية 2024 أسبوعها الثاني والأخير يكثف المترشح لهذه الاستحقاقات ممد بوكاربا نشاطه الدعائية داخل البلاد وهذه المرة من تجمعات وقرى بابا بي حيث استعرض المترشح ممد بوكاربا برنامجه الانتخابي أمام مناصره في قرية عبدالله ديري في مقاطعة بابا بي ودع السكان إلى التصويت له في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل بناء دولة قوية وموحدة ومتطورة ومزدهرة حسب تعبيره وفي قرية أيرنبار بمقاطعة بابا بيها المحطة الثانية للمترشح ممد بوكاربا نظم مناصره استقبالا نرفع خلاله لافتات تدعو إلى التغييرات التي يتوخاها المترشح في إطار برنامجه الانتخابي وفي مداخلاتهم أكد المناظلون على ضرورة التعبئة للتصويت لمرشحهم في التاسع والعشرين من الشهر الجاري وفي مقاطعة بابا بي كان المترشح على موعد مع مناصره حيث أعرب لهم عن ارتياحه لحفاوة الاستقبال مشيرا إلى أن شباب بابا بي معروفون بنضالهم ومقاومتهم في مواجهة ما وصفه بالظلم وأعلن أن البلاد تسير في طريق صعب قبل أن يدعو الحضورة إلى المشاركة بقوة من أجل التغيير ووعد المترشح ممد بوكاربا في حال انتخابه رئيسا للبلاد بمكافحة الظلم والتمييز والبطالة بين الشباب والدعوة إلى دولة قوية تقوم على سيادة القانون حيث يمكن لجميع الطوائف الموريتانية أن تتكاتف وتستفيد من ذرواتها حسب قوله داعيا الجميع للتصويت له بكثرة يوم الاقتراء يواصل المترشح للانتخابات الرئاسية العيد محمد نبارك جولة دعائية في عدد من المناطق داخل البلاد حيث حضر تجمعات في مناطق من ولاية البراكنا المزيد مع فريق قناة الموريتانية المرافق للمترشح فرسان يروضون خيولا قروية ضمن تقاليد الضيافة المحلية في أول محطة لحملة المترشح العيد محمد نبارك بولاية البراكنا المترشح الذي ترأس تجمعان انتخابيا عبر خلاله بعض سكان هذه المدينة عن استيائهم مما أسموها حالة التهميش التي تشهدها المنطقة حيث لا ماء ولا كهرباء ولا صحة ولا تعليم حسب هؤلاء المترشح العيد محمد نبارك قال ان الفرصة اليوم مواتية أكثر من أي وقت مضى للتغيير داعيا للناخبين في مال إلى التصويت له يوم الاقتراع للقطيعة مع كل ممارسات الفساد يقول المترشح موريتاني وضعيتها ما يخافيتكم كاملي واللي أنتم وما يتغيروه لين يتم كل حد ما مهتم به وكل حد لين يجي حزب الإنصاف واجماعة الغزواني يمشي معها وكل حد لين يجيه قوافل الصفاقة وقوافل المنافقين وقوافل الناس اللي مسؤولة ودمرت موريتاني هذا ما لا يتغيرش لا يتمون لها تركت مال ما يشح في المدرسة ويتمون لها مقطع عنه الماء ويتمون لها سعار واعري المحطة الثانية من جولة المترشح العيد محمد نبارك في البراكنة كانت مدينة مقطع الهجار التي التقى فيها مجموعة من الناخبين الذين انسحبوا من أحد وقرروا الالتحاق بركب الوترشح العيد محمد نبارك اليوم لا اتيت وقاعدت صنته لحد خالق لنا اللي انتخبوا رئيس جديد يحس بالشعب وقريب من الشعب ومعاه الشعب ومن الشعب هو رئيس هو رئيس ما قد تصدر موريتاني ولا قد تجال بوادي ولا فرقانة بسم الحالي يعرى مشاكل أنا أنا لست سنوات نستدر موريتاني ونعرف كل دباي وكل فريق وكل كسر اللي ما عندهم مشاكل وخلال هذه التواهرات الانتخابية بمقطع الحجار سلط المترشح العيد محمد نبارك الضوء على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في البلد قائلا إنها تعكس حالة من عدم التكافؤ في الفرص بسبب الغلاء والغبن والفساد وفق تعبيره وكان المترشح العيد محمد نبارك قد قلص أنشطته الدعائية في مقاطعة بوتليميت بسبب مصادفتها لحالة وفاة واكتفى بتقديم العزاء وبتنظيم وقفة تضامن مع سكان غزة الذين يواجهون القتل والتجويع والإبادة ترأس المترشح لرئاسية 2024 برامدها عبيد مساء أمسي صهرة انتخابية في مقاطعة بوكا بولاية البراكنا استعرض فيها برنامجه الانتخابية وكان المترشح قد ترأس تجمعات انتخابية في كل من قرية أجوير ومقاطعة تيبو تليميت ووادن ناقة بولاية الترارزا في إطار الحملة الدعائية الممهدة الانتخابات الرئاسية المزمعي إجراء شوطيها الأول يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري ترأس المترشح برامدها عبيد صهرة انتخابية في مقاطعة بوكا بولاية البراكنا وحي المترشح أنصاره قبل استعراض وشرح مضامين برنامجه الانتخابي داعياً إياهم إلى الرقابة المباشرة والمكثفة لمكاتب التصويت وعدم بيع ضمائرهم الحية حسب تعبيري مطلعين عليكم الأسعار وموحرينها وعرفهم رتار من أي ملد من العالم ماتت يدوس القداوة ماتت تتعشاوه ماتت توقلوا كانوا يوقلوا حطوطهم من تومة ومجوعيكم ومطلعين عليكم الأسعار ومانعيكم من التواقق ومانعيكم من الحريضة ومانعيكم من الشقلة ومانعيكم من الخلاصات قالوا عنهم يدوروا مملي خمس عمال إياكم من يفقروكم حتى ويجوعوكم حتى ويعذبوكم حتى وسمات مانعيكم يا الله توقف هذا الكياس يوم الزرق لفترة ما يرقب حد ولا يصدر حد ولا تخلوا كيس ما في منكم أحدين النقر وفي ألف القدام وكان المترشح لرئاسة الجمهورية بيرام الدهعبيد قد ترأس قبل ذلك تجمعا انتخابيا في قرية آجوير بولاية ترارزا شكر خلاله سكان القرية على وقوفهم مع ما وصفه بالحق منتقدا عمل الحكومة وما أسفر عنه من ارتفاع للأسعار وغياب للخدمات الصحية والتعليمية حسب تعبيره وأكد المترشح بيرام الدهعبيد أهمية قيام دولة عادلة تخدم الشعب وتوفر له حياة كريمة حسب تعبيره قبل ذلك وفي مقاطعة بوتليميت أشهد المترشح بيرام الدهعبيد بدور هذه المدينة في تأسيس ما وصفه بالدولة العدل مؤكدا أنه في حال انتخابه رئيسا للجمهورية سيستعيد النشيد والعلم الوطنيين حسب تعبيره وأنتقد المترشح الوضع الحالي للبلد متعاهدا حسب تعبيره بتغييره في حال فوزه يوم التاسع والعشرين يونيو الجاري وكان المترشح بيرام الدهعبيد قد ترأس تجمعا دعائيا في مقاطعة واد الناقة استعرض فيه برنامجه الانتخابي مطالبا للسكان واد الناقة بالتصويت له يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري الآن نأتي على ختم الفقرة المخصصة للغة الإشارة مع عائشة علي أما عن أجواء الحملة في العاصمة وغيرها من ولايات الوطن فتتواصل الحملة الانتخابية المماهدة للانتخابات في ولاية واكشوت الغربية حيث شهدت بعض مقاطعات الولاية تنظيم سهارات لدعم المترشحين في الاستحقاقات المرتقبة الحملة الانتخابية المحضرة لرئاسيات 2024 بدأ عدها التنازلي مع اقتراب يوم الحسم هكذا اشتدت تنافسه وكثفت الدعاية بأنواعها ومختلف أساليبها تتواصل الحملة الانتخابية وتتواصل متابعتنا لرصد أجوائها أولا بأول في ولاية واكشوت الغربية حيث لم نرصد البارح غير نشاطات سياسية تتمثل في هذه السهارات الفنية لبعض مناصر حزب الإنصاف ففي ولاية واكشوت الغربية وتحديدا في مقاطعتي تفرق زين والسبقة تم مساء أمس تنظيم عديد الانشطة والسهارات الفنية الدعائية من قبل مناصر المترشح محمد للشيخ الغزواني وألقيت خطب وقدمت مداخلات بيّنت أسباب ومبررات دعم هذا المرشح كما أبرز المتدخلون أهم الإصلاحات التي تطرق إليها برنامج مرشحهم مؤكدين للجمهور على ضرورة التصويت يوم الاقتراع الحملة الزينة إن شاء الله مولي فن مش ويوقع عنها ما يحامي حتى مضيعة عنها باردة ولا هي قال له ياسر من شيء قال له ياسر من الحماس ويظهر على أنه هذا الشخص على أنه هو مأيدي ومناصر والله مولي تحضير وتخطيط واستنهاض للهمم وعزب على كل الأوتار الدعائية تلكم هي أساليب وتقنيات مختلف الأحزاب السياسية من أجل التثنن في أساليب الحشد والدعاية للتعريف ببرامج مرشحيهم وإقناع الناخبين بأهمية التصويت لهم يوم الاقتراع في الجولة ذاتها رصدنا في المقاطعات الثلاثة لولاية وكشوط الغربية مقرات جل المترشحين ومن خلال هذه الصور التي تعكس استعدادهم لكنها لم تجهد تنظيم إنشطة في الليلة البارحة لأصحابها المترشحين وأنصارهم وفي ولاية وكشوط الشمالية فقد تنوعت وسائل الدعاية والترويج للمترشحين في مختلف مقاطعات الولاية مع تركيز على تنظيمها ليليا باعتبار ذلك يمثل الوقت المناسب لتوافض المناصرين مع اقتراب موعد الاقتراع يحتدم التنافس في ولاية وكشوط الشمالية التي تضم ما يزيد على 139 ألف ناخب مسجلنا على اللوائح الانتخابية وفي ظل استباق الزمني نظم مناصر المترشح محمد الشيخ الغزواني في مقاطعاتي تجونين وتيارت مهرجانات شعبية تخللتها وصلاة موسيقية ومديحية إضافة إلى مداخلات بيّنت البرنامج الانتخابي للمترشح وأهم النقاط التي تضمنها في المجال الاجتماعي والاقتصادي داعنا للا تكثف الحملات التحسيسية على الطرق الصحيحة للاقتراع والتأكيد على الحضور يومه تعددت البرامج واختلفت الوسائل حيث يرى مناصر كل مترشح أحقيتها في بلوض هدف رئاسة البلد متخذنا من البرامج ذليلا على استحقاق الفوز داعمت على أساس تطبيق الشريعة المحمدية والأساس ما يدعم المرأة والشباب والنضار المستمر نحن هنا هلتجونين الحمد لله كل ليلة صهرة من صهرات إحياء هذه الحملة المباركة لا ينجح فيها إن شاء الله ومرشحنا تباينت الأراء وتعددت البرامج وتنوعت الوسائل في الحملة الدعائية الممهدة للانتخابات الرئاسية الفين وأربعة وعشرين في انتظار ما ستقول إليه الأمور في التاسع والعشرين من الشهر الجاري كما تتواصل على مستوى ولاية واكشوت الجنوبية الحملة الدعائية الممهدة للانتخابات الرئاسية وفي هذا الإطار نظم أنصار المترشحين في هذه الولاية مهرجانات مختلفة أيام قليلة تفصلنا عن اختتام الفترة المحددة للحملة الدعائية الممهدة للانتخابات الرئاسية المزمع يجراؤها السبت المقبل وخلال هذه الأيام يعمل أنصار كل مترشحين على تعبية الجماهير وتحسيسها ببرنامجه الانتخابي في مقاطعة الرياض هذه المرة نظمت حملة المترشح محمد للشيخ الغزواني مهرجانا جماهيريا ذكر فيه مناصر المرشح الانجازات التي تمت خلال المامورية المنصرمة للرئيس والتي كانت للتدخلات الاجتماعية والتأمين الصحي والتعليم والأمن والوحدة الوطنية أهم المجالات التي ركز عليها لتطويرها والتحسين من الخدمات العموبية التي تمس حياة المواطنين على حد قولهم وغير بعيد من هنا نظمت مناسقية الجساء في حملة المترشح مهرجانا في مقاطعة عرفات لتعبية القواعد الشعبية وشرح طريقة التصويت للحضور وفي المقابل نظمت إدارة حملة مرشح حزب الإصلاح والتنمية التواصل مهرجانا على مستوى مقاطعة الرياض استعرض فيه المتدخلون البرنامج السياسي لمرشحهم الذي تقدم به لخوض التنافس معاولين كما قالوا على القواعد الشعبية لتغيير ما أسموه بالوضعية التي تعيشها البلاد هو المتمثل على حد قولهم في التهميش والغبن والفساد والمحسوبية وطلبوا الحضور بالعمل على التعبية واستنهادهما من المواطنين ليدلوا بأصواتهم لمرشحهم يوم الاقتراع الذي تكون فيه اللحظة الحاسمة والكلمة الفصل لصناديق الاقتراع سهرات تقام في بعض الخيم التي نصبها مناصر هذا المرشح تعبيرا عن التصويت له مظاهر كانت السمة المميزة للمقرات الدعائية منذ انطلاق هذه الحملة وفي إطار أجواء الحملة دائما تتواصل الحملة الانتخابية الممهدة لرئاسية 2024 في مقاطعة باركاول حيث يكثف داعم وأنصار مترشحين عمليات التعبئة والتحسيس من أجل إقناع الناخبين بالتصويت لمرشحهم تغيرها من مدن الوطن تعيش مدينة باركاول أجوال حملة الدعائية الممهدة لاقتراع 29 من يونيو الجاري حيث تعمل مجموعات من الشباب كل لصالح مرشحه على تعبئة الأهالي في المدينة وريفها حول الطريقة الصحيحة للتصويت وذلك من خلال اجتماعات تسعى فيها الجهات الفاعلة سياسيا في المدينة إلى استمالة ود الناخبين لصالح هذا المرشح أو ذاك فيما يعلق سكان باركاول آمالا عريضة على ما بعد الانتخابات مطالبين الرئيس المستقبلي بالدفع عجلة التنمية في المنطقة هذه الحملة اللي فيات منها الحمد لله مرض في أجواء جيدة إن شاء الله ولي عندهم مشكيلة رأينا راجل من عند مولانا إن شاء الله لا توفيق للمترشيحين كاملين رأينا راجل من عند أي مترشيح نجاح أن يعرف شي لها شباب مقاطعة باركاول وخاصة النساء وليه يحكى من هذا البلد أنه يعرف أنه حنا مقاطعة باركاول شيء بالخصوص خاصة الشباب مقاطعة باركاول البلدية المركزية وخاصة الجانب منهم ينقال للنساء الحملة الانتخابية على مستوى مقاطعة باركاول مرت بأجواء جيدة الناس كاملة الحمد لله أخوة ومتافقة كلها عنده اختياره هو الخاص به يضير الأجواء ولله الحمد جيدة في خضم ما تشهده باركاول من الدعايات والدعايات الموازية تتعاطى الجماهير مع المشهد السياسي منطلقة من خياراتها وقناعاتها على أساس من النضج والوعي الديمقراطي عبدالله صوفي قناة الموريتانية مدينة باركاول ومتابعة لسير الحملة الانتخابية في كافة مقاطعة جورجول نتابع الليلة تقريرا أعده مكتبنا في كيهايدي حول أجواء الحملة على مستوى مقاطعة تنبود والتي تتميز بتنوع الأساليب الدعائية مع اقتراب موعد انتهاء الحملة تركز حملات المترشحين خلال الفترة المسائية على تنظيم صهرات دعاية في مختلف أنحاء مدينة تنبود لشرح برامج المترشحين ووعودهم الخاصة بتنمية هذه المقاطعة التي تعد من أكبر مقاطعات جورجول ويستخدم أنصار المترشحين مختلفة لساليب دعاية التي تمكن من الاتصال بالناخب وحثي على التصويت يوم الاقتراع مع التركيز على التحسيس الجمهور حول طريقة التصويت من أجل الحد من نسبة البطاغات اللاغية طالبين من عند مولانا هون عندما يترأس هون في موريتاني ود رئيس مولي جاي رئيس الناس كاملة شباب هون واقف والنساء واقفين كاملين ورجال هون واقفين واقفة واحدة ايد واحدة كانهم بعض يقدلوا شي لا ينفع وطن ود رئيس مولي جايبين للناس كامل عافية جايبين لهم الخير جايبين لهم السحة ياك اللي يجيبوا جايبين لهم معاونات الناس جايبين لهم الضعفاء معاونات جايبين لهم كل شي جايبين لهم الزراعة وجايبين الصحة وجايبين الناس كاملة ويدمون لرئيس رئيس كامل جامعة الناس كاملة شاكرين جميع المترشيحين لهم كلهم عدد حملته ورأسه كلهم أمس من العرض والأخر جزاء الله خيرا والأمر ماشى على ما يرام ورجم عندنا لذو أبناء موليتان كاملين كلهم ينجح منهم لأنجح يستحق النجاح لأنه عنده جنسي وموليتاني وكان موليتان والنجاح منهم نحن أراضين به ويشارك العنصر النسوي في الحملة الاتخابية على مستوى مقاطعة تنبود من خلال الحضور في المقرات وتعبية الناخبين على التوجه لمكاتب التصويت يوم الاقتراع في جواء هذه الحملة ان شاء الله الحملة الميمونة اللي هلها الحمد لله متماسكين كاملين ضيف سياسي فيها وقطعا هم اللي متنافسين بطريقة إيجابية وحقيقة مقاطعة تنبود من المقاطعات اللي هلها الحمد لله شيء واحد وضد خطابات الكراهية وضد التفريقة وضد حقيقة القبن والتهميش وفي مدينة كيهيدي أطلقت مجموعة شبابية داعمة للمترشح محمد الشيخ الغزواني حملة التحسيس بحضور المنسق الجوي لحملة الشباب وتستجف هذه الحملة حسب القائبين عليها الأسواق والأحياء السكنية لشرح تعهدات المترشح وطريقة التصويت لصالحه في التاسع والعشرين من الشهر الجري وفي عفوا وفي ولاية البراكنا توصل منسقية المترشحين لرئاسية الفين واربعة وعشرين العمل من أجل استقطاب الناخبين في مقاطعة مقطع الحجار من خلال المهرجانات السياسية والحملة الدعائية مع بداية العد التنازلي للحملة الانتخابية تتسارع وطيرة النشاط الدعائي هنا في بلدية شجار ذالذ بلديات مقاطعة ألاق من حيث عدد الناخبين يتنافس المترشحون لرئاسيات الفين واربعة وعشرين في هذه البلدية الواقعة بين مدينتي ألاق ومقطع الحجار على استمالة أزيد من سبعة آلاف ناخب حسب المراجعة الأخيرة لللائحة الانتخابية وغير بعيد من بلدية شجار يحتدم التنافس في مقاطعة مقطع الحجار التي تحتل المرتبة الأولى على اللائحة الانتخابية في ولاية البراكنا فعدد الناخبين في بلدياتها الأربع بلغ أكثر من ثلاثة وأربعين ألف ناخب استقطاب هذا الكم من الناخبين دفع بالعديد من المترشحين إلى العمل على كسب ود الناخبين في هذه المقاطعة التي تقع في الشمال الشرقي من الولاية تتعدد أساليب الاستقطاب السياسي هنا وتتنوع حسب نشاط المترشحين ومستوى حضور مناسقياتهم لكن آليات وطرق الإقناع المستخدمة حتى الآن تتمركز أساسا في تسويق برامج المترشحين وعرضها أمام أنصارهم في المهرجانات السياسية والحملات التحسيسية غالبية البرامج الانتخابية التي يتحدث عنها أنصار المترشحين تتلخص في ضرورة تغيير واقع الحياة اليومية في هذه المقاطعة وخلق نهضة تنموية شاملة ووضع استراتيجيات جادة تحقق الرفاهة للمواطن وتؤسس لتنمية اقتصادية واجتماعية بإمكانها القضاء على الهشاشة والفقر ومخلفاته خصوصا في المناطق الريفية التي ما زالت تعاني من نقص الخدمات على حد تعبير جماهير المترشحين كل هذا من أجل كسب الوقت والوصول إلى أكبر كم من الناخبين في البلدية المركزية والبلدية الأخرى جونابة وصانغرافة ووادامور عبدالدود السدنة الموريتانية مقاطعة مكتا الحجار وعلى مستوى مدينة روسو تتواصل الحملة الانتخابية في أجواء تتسم بغياب النشاطات السياسية في النهار بالنسبة لأنصار أغلب المترشحين بينما تتنوع الأنشطة الليلية بين السهرات واللقاءات التحسيسية على بعد أقل من خمسة أيام قبل يوم الاقتراع ما يزال التباين في الحضور الميداني بين أصدر المترشحين السبعة والمهيمن على المشهد العام ليوميات الحملة في مدينة روسو فالمتجول نهارا في أحياء المدينة قد يلاحظ هذا التباين في التواجد أمام قرات الحملة طاقم حملة المترشح حمادي سيد المختار تحدث للموريتانية عن الأسباب وراء الغياب الملحوظ لعنشطتهم في المدينة الأجواء النهارية للحملة صحيح أنها تختلف عن الأجواء الليلية ولكنها فرصة مناسبة لإعداد الإنشطة المسائية في أول النهار وقت مناسب للأعمال الإدارية المختلفة التي لا غناء الإنشطة المسائية عنها وفي مقر حملة المترشح برامدها عبيد يرابط على مدار الساعة فريق أكد المتحدث باسمه أنهم يعملون بصمت على التحسيس والتعبئة تحضيرا ليوم الاقتراع الحملة الفاتحة من إخبارها لا يوجد الحمد لله فاتح لك فيها مشاكل ليكي تظهر مثالة الناس تقوم بعمالها ككلها مهلا يقدم دعايته تجاه مرشحه لا فيها أي رواية هذا بالنسبة للنهار نشاطها يبدأ من عند الساعة الرابعة للنورة يبدأ المهرجانات يبدأ الناس مهلا تتحرك المهم عندنا تكون موريتانيا سليمة موريتانيا متوحدة وشي نقال له البنية الاجتماعية تحافظ عليها الناس في حين ما يزال مقر المترشح أتما سماري خالي من الجمهور والأنشطة وهو ما حاولنا الوقوف على أسبابه فلم يتسنى لنا التواصل مع المعنيين إلا هاتفيا حيث أكدوا لنا عدم جاهزيتهم في ظرف الحالي تماما كما هو الحال بنسبة لأنصار المترشح محمد الشيخ الغزواني الذين لم نرصد لهم نشاطا في النهار داخل المدينة في تجمع لحياء التابعة لقرية برن الواقعة على بعد 12 كم جنوب مدينة روسو عبر السكان المحليون لهذه القرى الريفية عن دعمهم لمترشح محمد الشيخ الغزواني من خلال هذه التظاهر السياسية التي حضرتها طباقم الحملة مؤكدين في مداخلاتهم جاهزيتهم المطلقة للتصويت لمرشحهم يوم الاقتراع النشاطات الليلية شهدت سهرة نظمها شباب قرية تريز دعما مساندة للمترشح محمد الشيخ الغزواني وشهد حي الهلال في روسو سهرة سياسية وفنية مماثلة تميزته الأخرى بمداخلات استعرضت برنامج المترشح مع التركيز على تعبئة المواطنين ودعوتهم للحضور بكثرة يوم الاقتراع والتصويت لمن وصفوه بمرشح الاجماع وعلى مستوى مدينة أطار تدخل الحملة الانتخابية المحاضرة لاقتراع التاسع والعشرين من يونيو أسبوعها الثاني في ظل تنافس إيجابي بين المترشحين ويؤكد المواطنون أهمية تنفيذ البرامج التي تدعم مجالات السياحة والنخيل والخدمات بولاية أدرار حركية كبيرة تعرفها شوالع مدينة أطار تزامن مع دخول أسبوع الثاني من الحملة الانتخابية الممهدة لاقتراع التاسع والعشرين من يونيو ولا تطيء العين المجرد مستوى التنامي الذي يبديه المواطنون للمهرجانات السياسية التي ينظمها المترشحون هنا وهناك روح ديمقراطية محافظة عليها الأحزاب السياسية عندها مسافة واحدة كاملة الحملة لا بأس بها جيدة يقالي دوري عودة أشبهها عقافها قتلك من أولها الحملة على مستوى ولاية أدرار كانت حملة هادئة حملة فيها ديمقراطية كل حد بعد حملته بطريقة اللي يبقي ما فيه إزعاج ما فيه مضايقة ما فيه أي شغب ما فيه الشيس وشنوها الناس كاملة أحرارت عد الحملة بطريقة اللي تبقي هي ويطلع المواطنون إلى أن تتصدر مشاريع دعم المجال السياحي والوحتي والخدمات الاتمامات المترشحين لنثقتهم يوم الاقتراع مهرجانات في كل بلد صهرات الليلية متواصلة كانت حملة جيدة نأمل على إن شاء الله ذلي الرعو فيه فيه واللي له نجبره في صناديق الاقتراع بالنسبة للمرشحنا لن ينجح نتمنى على أنه يعد اللفت الكريم على ولاية أدرال خاصة في مجال السياحة لأن السياحة رافعة اقتصادية في ولاية أدرال عندنا يا أسلم المطالب في الصحة وفي التعليم وفي أسلم الأمور جواء تنافسية تعيش على وقعها عاصمة ولاية أدرال في ضد حص الممثل المترشحين على استقلاب الناخبين للتصويت لمرشحيهم يوم الاقتراع فقال الشيباني قناة الموريثانية مدينة أطار وفي عاصمتنا الاقتصادية وذيبو يشتد التنافس بين الطواقم الطواقم المشرفة على الحملات الانتخابية للمترشحين في وقت يقترب يقترب فيه موعد الاقتراع زحمة مرورية كبيرة وتزايد في المهرجانات الدعائية لأنصار المترشحين بالعاصمة الاقتصادية وذيبو في أسبوع الحملة الثاني فقد شهدت الليلة البارحة مدينة وذيبو مهرجانا دعائيا نظمه جمع من أنصار المترشح محمد للشيخ الغزواني كان فرصة عبر من خلالها أنصار المترشح عن دعمهم وآمالهم وتطلعاتهم الكبيرة المعلقة على برنامجه الانتخابي الذي يلامس حياة المواطنين حسب تعبيرهم كما تحدث مدير حملة المترشح في ولاية داخل تنوادبو عن برنامجه الانتخابي وما يحمل من تطلعات ملموسة على حد قوله وفي حي العريقي بنظمت مجموعة أخرى من أنصار المترشح محمد للشيخ الغزواني مهرجانا تحسيسيا خصصا للتعبئة لإنجاح المترشح بحضور مدير الحملة في ولاية داخل تنوادبو كما كان فرصة أبرز من خلالها أهم النقاط التي يطمحون لتحقيقها وشهد المهرجان مداخلات تطرقة للخطوط العريضة لبرنامج المترشح وفي حي كان صاد نظم أنصار المترشح لعيد محمد المبارك مهرجان عبروا فيه عن الأسباب التي اختاروا من خلالها برنامج المترشح وطموحاتهم من خلاله مؤكدين أن دعمهم للمترشح العيد محمد المبارك جاء بهدف التغيير البناء في مجتمع يسوده الانسجام والمساواة على حد قولهم كما استعرضت المجموعة الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي إلى مقاطعة المجرية حيث تجري الحملة الانتخابية وسط تطلعات السكان الذين يعلقون آمالا كبيرة على هذه الانتخابات في مقاطعة المجرية ومع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي الذي يجري تحضر له يتطلع سكان المحليون إلى أن يحقق لهم الرئيس الذي سيتم انتخابه خلال هذا الاقتراع الآمال والتطلعات التلموية التي تحتاجها المدينة وخلال جولتنا في المجرية لتغطية أجواء الحملة الانتخابية التي تلقي بظلالها على مجريات الحياة العامة هنا رصدنا انتظارات السكان الذين عبروا عن مختلف الآمال التي يعلقونها على هذا الاستحقاق حملة الانتخابية تجري هنا في ظروف جيدة الحمد لله ما في مشكلة الحمد لله تجري في السكينة وبالنسبة نحن هنا سكان مقاطعة معلقين ياسر من الأمال على المرشيح الله ينجح بين مقاطعة عريقة الحمد لله ومقاطعة تاريخية وتحتاج الياسر من الأمور خاصها تحتاج الياسر من البنى التحتية المو تحتاج الياسر من المشاءات وعدل فيها الحاملة جوها عادي يا غير بعد زينة ما فيها ما فيها حد يصعب حد ولا فيها حد يقول شي خاسر الحد ولا فيها حد يمس من حد أمانا لا ما طالبه ياسري لا لكن اللي راجعينه قدي عدرنا عدروا نوتو لكن رايس لا ينجح سواء لنا كعمل لكن اللي ينجح راجعينه معند مولانا يقدر لنا ياسر دي نحن المجرية ومقاطعات كاملة ومورسان كاملة محتاجة ياسر شبابا محتاج ياسر نساء محتاجين ياسر رجالا محتاجين ياسر من أجل سير عملية الاقتراع في ظروف ملائمة اتخذت اللجنة المقاطعية المستقلة للانتخابات كافة تدابري لإنجاح عملية الاقتراع نحن هنا في اللجنة على مستوى مقاطعات المجرية في كامل استعدال للانتخابات اللي لاكب وجودنا باركة إن شاء الله من اللوازن اللوازن موجودة كاملة من بطاقات الناخب وماتريل اللي يجهز بهم الاقتراع وليكن المعدات كاملة جاهزون نحن على كامل استعداد نجد انتخابات شفافة نجدها إن شاء الله هذا ومن المتوقع أن يصوت خلال هذا الاقتراع المرتقب أكثر من 28 ألف ناخب موزعين على 78 مكتبا في المجرية ومختلف البلديات التابعة لها الحسن الدباب الموريتانية مقاطعة المجرية وعلى غرار باقي ولايات الوطن تعيش مدينة سيل بابي على إقاع الحملة الانتخابية المحضرة الاقتراع التاسع والعشرين يونيو في جو يطبعه التنافس والمسؤولية مع بداية العد التنازلي واقتراب موعد الاستحقاقات الرئاسية المقبلة وفي ظل الأجواء التنافسية التي تطبع سيل الحملة الانتخابية الممهدة لاقتراع التاسع والعشرين من يونيو الجاري يتطلع العارض من الشباب على مستوى ولاية قدماغة إلى مرحلة جديدة من البناء والنماء الاقتصادي والاجتماعي التي تعم مختلف أرجاء الوطن أجواء الحملة أجواء تنافسية بشكل طبيعي المتنافسين متنافسوا بشكل طبيعي الجو الديمقراطي وكل المترشحين يعبر عن برنامجه ويدور استمال ناخبين نحن بعد ولاية قدماغة عندنا آمال كبيرة على مرشحنا اللي إن شاء الله نرى أنه سيعزز الخدمات الأساسية في دماغة والصحة والتعليم وبنى تحتية وتشغيل خصوصا أن منطقة عندها خصوصية منطقة حدودية وهذا يطلب منها تجبر برامج تشغيل الشباب وتتبين تطلعات المواطنين خاصة من الفئات الشابة فيما يتعلق بالأولويات الاقتصادية والتنموية محلية تقليل يعود رئيس إن شاء الله وربي أنه لا ينسى لا ينسى الشباب والنساء ويساعدهم على أنهم كانوا يتقدموا نحن الآن في مدينة قدماغة وفي أجواء حملة ما شاء الله زيني ما شاء الله نتمنى من رئيس اللي يجي إن شاء الله يعدل الشباب شي كتكوين واهتمام بهم تجري الحملة الانتخابية في يومها العاشر في ظل أجواء دعائية تكرس مبادئ التعددية الدمقراطية في صورتها المتكاملة تبعث الانتخابات الرئاسية المرتقبة آمالا كبيرة وطموحات واعدة في بناء غد أفضل يعزز التنمية المحلية ويخدم الوحدة الوطنية في عموم البلاد شوقي محمد فان لقناة الموريتانية مدينة سيليبابي تزداد وطرة الحملات الدعائية للمترشحين للرئاسيات بولاية تيرز زمور بغية إقناع الناخبين ببرامجهم الانتخابية والتصويت لهم يوم الاقتراع على بعد أيام من انتهاء الحملة الانتخابية تزداد حدة المنافسة بين المترشحين لرئاسيات الفين واربعة وعشرين مدينة فديرك غيرها من مدن ولاية تيرز زمور تعيش على وقع الأجواء الدعائية التي يحاول من خلالها المترشحون إقناع السكان ببرامجهم الانتخابية والتصويت لهم يوم الاقتراع مستخدمين في ذلك كافة الوسائل الممكنة خاصة الصهرات الفنية الدعائية التي تعد السمة الأبرز هذه الأيام في الولاية وغير بعيد من مدينة فديرك تتواصل الأمسيات الفنية والاجتماعات الدعائية لكافة أحياء مدينة زوارات وفيها تستهدف منسقيات حملات المترشحين الشباب الذي يعد الأغلبية الناخبة في الولاية الخطابات الانتخابية هي الأخرى كان لها دور مهم في إبراز نقاط القوة لدى كل مترشح وشرح كيفية إدارته للبلاد في حال تم اختياره من قبل الناخبين يوم الاقتراع بشكل عام يمكن القول بأن الحملة الانتخابية في ولاية تيرز الزمور بلغت ذروتها في إسبوعها الثاني مع محاولة كل طرف نيل ود الناخب للتصويت لصالحه يوم الاقتراع تاري الصادق قناة الموريتانية مدينة زوارات وفي المدينة المنجمية جوجت مع بداية الإسبوع الأخير من الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية 2024 بدأ أنصار وممثل المترشحين للرئاسة يكثفون أنشطتهم الدعائية لاستمالة أكبر عدد من الناخبين في عدة أحياء من مدينة جوجت وبشكل متزام نظم أنصار خمسة من المترشحين لرئاسيات 2024 سهارات فنية وجولات تعبوية وتحسيسية تهدف إلى دعوة الناخبين للتصويت لمرشحهم يوم التاسع والعشرين من يونيو الجاري السهارات الفنية والدعائية لأنصار المرشحين تخذت أشكالا دعائية مختلفة بين من فضل زيارة الأحياء الشعبية ويقامة سهارات داخل تلك الأحياء ومن يفضل إقامة سهاراته الفنية والدعائية داخل الخيم المنصوبة على الطرقات الرئيسية وذالذ فضل إقامة مهرجاناته داخل قاعات مخصصة لهذا الغرض يتفق أنصار المرشحين في عدة نقاط من بينها ضرورة احترام المترشحين الآخرين وعدم التعرض لهم في خطاباتهم الموجهة للجمهور ويتفقون أيضا في الحرص على يقناع الجماهير بالتصويت لمرشحهم غدا تا يوم الاقتراع مع بدي العد التنازلي للأيام المخصصة للدعاية الانتخابية لرئاسيات 2024 يكثف أنصار المرشحين من لقاءاتهم التحسيسية وسهراتهم التي تنعشها لفرق الفنية والمديحية ليكون الناخب هو المستهدفة الأولى بكل هذه الأساليب الدعائية التي يسعى أصحابها إلى إقناع الناخبين بالبرامج الانتخابية ودعوتهم لتصويت لهم بانتخابات رئاسية تقدم لها سبعة مترشحين للفوز بمأمورية رئاسية تدوم خمس سنوات يحرص أنصار كل مترشح أن تكون من نصيبه لتبقى كلمة الفصل لصناديق الاقتراع يوم التاسع والعشرين من يونيو الجاري في اختيار رئيس جمهورية الإسلامية الموريتانية القادم عبدالله والإسلام الموريتانية مدينة وقجوجت والآن نصل نهاية نافذتنا المخصصة لتقطية الحملة الانتخابية الرئاسية لنستكمل بقية عناصر المسائية بعد الفصل أهلا بكم من جديد أكد الناطق الرسمي باسم اللجنة المستقلة للانتخابات في النقطة الصحفية اليومية أن اللجنة خصصت النقطة الصحفية هذا اليوم إلى إطلاع الصحافة والرأي العام على الجديد فيما يتعلق بلائحة رؤساء وعضاء مكاتب التصويت والطعون الموجهة في هذا الإطار في البداية نختار نتحدث عن آخر موضوع كنا بصدد تبيان ملامحه يتعلق الأمر بلائحة رؤساء وعضاء مكاتب التصويت كيف تعرفوا اللجنة حد تمد لاستقبال الملاحظات والله قاعدنا نقول الطعون الخاصة بهذه اللائحة واتلقينا مجموعة من الملاحظات من أفراد معناها من أشخاص كانوا معنيين والله مترشحين لتولي مهمة رئيس والله عضو مكتب أغير الملي تلقينا كذلك ملاحظات من قبل وكلاء المترشحين واحد من المثيل فقط على مستوى مقاطعة العيون جاءتنا ملاحظات من مدير حملة أحد المترشحين المترشح حمادي رفعت هذه الملاحظات للجنة المقاطعية وحادتها بشكل فوري للجنة الوطنية المستقلة للاتخابات للمستوى المركزي تم البت بشكل فوري في هذه الملاحظات وهي متعلقة بشخاص تم اعتمادهم رأت الرسالة الطاعنة معناها الرسالة التي يقدمها الملاحظة لأنهم يجدوا وعندهم مناصب سياسية والله ما متوفر فيهم الحيات المطلوب والشفافية اللازمة درسنا هذا الطلب واعتمدنا وقبلنا الملاحظة وتم بالفور الرد على هذه الرسالة باعتماد أشخاص جدد هذه حالة طيّتها لكم نموذج وفم حالات أخرى على امتداد تراب الوطني معناها أن الآلية التي اعتمدنا في هذا الاتجاه حسب نظرها أنها كانت شفافة ثم القدر ملاحظات من قبل أفراد حيثما وجدنا القوة والوضوح نتصرف بشكل شفاف وفوري نقطة ثانية أنا دائما نهتم بالأمور التي تشغل بالإعلاميين تعود وشفتوا تداول الصور وبعض الأحيان الصوتيات تتحدث عن وجود موتى رحمهم الله على اللايحة الانتخابية وهنا نختار نقول بشكل واضح على أن اللجنة تجيها لايحة موقعة من قبل الحالة المدنية ذيك اللايحة نعتمدوها ويتم الشطب بشكل فوري غير تعرفوا على حالات الموثقة للموتى أنها محدودة نسبتها محدودة جدا وبالتالي عادي لشفت فلان رحمه الله والله فلان رحمها الله وتعرفون حالات الوفيات عندنا توثق منها نسبة محدودة شاكين نحن على الموضوع والمهني واللي يا الله يعود هو مصب اهتمام الناس لأن هذا الاسماء اللي معرف من دركان ده يصوت عنهم بالنيابة هذا ولي الله يسول عنه يوم الاختراع وهذه هون هي مسؤولية اللجنة هي ايضا مسؤولية رؤساء المكاتب وهي ايضا مسؤولية اعضاء المكاتب وهي اكثر من ذلك مسؤولية ممثلين المترشحين اللي موجودين في مكاتب التصويت به اللي الشخص يحضره من نفسه وعنده اثبات هويته بطاقة التعريف والله جواز السفر وهذه بطاقة التعريف والله جواز السفر ده يشوفوه اعضاء المكتب اغير ايضا لاه يشوفوه ممثلين المترشحين وبالتالي الله اللي اعلن ما فهم اي ارضية ولا فهم اي مجال ان يخلق تواطئ من هذا القبيل هذه ملاحظة كالتختير نقولها ونختم ملاحظة اخيرة سابقا ببعض اسئلة متعلقة بالمكاتب التصويت اللي خاصة بجالياتنا في الخارج الدول الثمان المعروفة عندكم اللي هي في افريقيا قامبي وكود ديفوار وفي آسيا الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر فيما ايضا جاليتنا بالولايات المتحدة الامريكية وجاليتنا فرنسا هاي المكاتب معدلالها خريطة واضحة وراجعينها ان شاء الله تعود تستجيب الانشغالات وواقع جالياتنا يعني تعود المدن متباعدة وكيف تعرف تعود الحركة الصعبة في بعض الدول خصوصا في الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا غير المعدلين على انهالي الخريطة انها تضاعف الحسبان انشغالات جالياتنا والوقت اللي نحدثكم فيه يجري وضع اللمسات الاخيرة للتكوين عن بعد الممثلين مسؤولين معناها رؤساء وعضاء المكاتب الخاصة بجالياتنا في الخارج لتقديم نماذج ومحاكات وتمارين تمكنهم من تسيير المحكم لعملية الاقتراع أطلقت اللجنة الجهوية المستقلة للانتخابات على مستوى ولاية الحوض الغربي صباح اليوم من مدينة العيون عملية تكوين رؤساء وعضاء مكاتب التصويت تهدف اللجنة من هذا التكوين إلى تقديم المعلومات الأساسية لهذه الطواقم المكلفة بالإشراف الميدانية على عملية الاقتراع لضمان إجرائها في غروف مرضية رئيس اللجنة الجهوية المستقلة للانتخابات في الولاية زيدان والعليات طالب المكوينين بإعطاء المعلومات الواردة في التكوين أولوية خاصة لضمان نجاح العملية الانتخابية مضيفا أن الانتخابات الرئاسية يشكل نجاحها مسؤولية جسيمة على عاتق اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات منسق اللجنة المقاطعية في مدينة العيون أكد أن تحمل رؤساء وعضاء مكاتب التصويت لمسؤولياتهم ووقوفهم في نفس المسافة مكافة المتنافسين هو الضامن الأوحد لشفافية العملية الانتخابية التكوين كما تعرفوا يعدل لأرؤساء وعضاء سيني ونحن لها نعدل خلال ثلاثة أيام إن شاء الله متتالية اليوم وغدا وبعد غدا إن شاء الله هذا تكوين هدف منه أن التم العملية بالشفافية وتم العملية بأحسن وجه وتم العملية الانتخابية وتكون مرضية للجميع وهذا ما نستعاول إن شاء الله إليه تقبض العملية بجد وكشفافية ونزاهة يدور نعود ما فهم ثارة ولا فهم أي رواية قد شكلها أي سياسة ومنه وليون تعود فهماتها مثلا بعض الأمور يدور كلها يجبار منفذ ونعود إحنا ما نعرف ذاك الله نعذل وشن هو ولا نعرف لا يتقول للأمور شن هو وهذا هو اللي طالبين ومأكدين عليه في البداية على إن شاء الله نتكون أحسن تكوين إن شاء الله ونعذل العمل لجميع إن شاء الله عملية انتخابية تأخذ لها كافة الإجراءات ومشددة والظاهر من الإجراءات اللي مقبوضة لها على الهماية يخلق فيها تزوير أطلقت اللجنة الجهوية المستقلة للانتخابات على مستوى مدينة أطار اليوم بدار الشباب الجديدة دورة تكوينية لصالح رؤساء وعضاء مكاتب التصويت وتناولوا التكوين التعريف بالدليل الانتخابي وكيفية تنظيم عملية الاقتراع والتعامل مع ممثل المترشحين وإعداد المحاضر إضافة إلى تهيئة الظروف الفنية واللجستية أثناء عملية الاقتراع ويستفيد من هذه الدورات الزياد من 91 فردا يرأسون مكاتب التصويت في الولاية وقد أوضح المنسق الجهوية وللجنة المستقلة للانتخابات بآذرار أهمية هذا التكوين تحضيرا لعملية الاقتراع بدأنا الدورة التكوينية لرؤساء وعضاء المكاتب لهم بدأنا الدورة اللي احنا عندنا في مقاطعة تطار وحدها 192 اللي هي يكونوا ما بين رؤساء وعضاء 64 مكتب معناها 64 رئيس مكتب وكل مكتب فيها 2 أعضاء بدأت الدورة التكوينية الزرك الساعة التاسعة الدفعة منهم والدفعة اللي تكون الساعة الدحميس على الدفعتين ونعقب ونرجعوا دورة أخرى مخصين هالرؤساء المكاتب إياك نوخلوا على الدليل دليل الانتخاب يوم التصويت العملية بدأت في الولاية بشكل عام 142 مكتب على عموم الولاية في شنقيطي وودان ووجفت وطارده هو اليوم وفي المراكز الإدارية الناس كاملة اللي وعيط لها جاوبت بالحضور وهي حاضرة معنا في القاعدة الدورة تشوف ورائع وعملية نتسير على ما يرى إن شاء الله هو العتاد الانتخابي ووزع على جميع المقاطعات وجميع المراكز الإدارية عندنا 142 مكتب على عموم الولاية وعندنا 64 مكتب على مقاطعة الطالب توجى فريق تيارت بطلا للنسخة الأولى من البطولة الوطنية لكرة القدم المصغرة بفوزه في المباراة النهائية لكأس السوبر كوبا بنتيجة هدفين دون رد على حساب فريق شوشت وحل فريق المذرذرة في المركز الثالث بفوزه على فريق الرياض بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ملعب مولينيو بالعاصمة نوكشوط يستطف نهاية كأس الدورات الأولى من السوبر كوبا للمينيفوتول المنظم من قبل الاتحادية الملتانية لكرة القدم المصغرة بالتعاون مع ميناء تانيت الكأس التي استمرت منبساتها زهاء شهر عربت مشاركة 24 فريقا ليصل في نهاية مطابها فريق تيارت من نوكشوط وكجوجة منيشيري إلى نهاية السوبر كوبا 52 مباراة التعبت الحمد لله في هذه البطولة ودركمة أهلين إن شاء الله وواعدين إن شاء الله البطولة درجة الأولى ودرجة الثانية التي لا يتبدأ من عند يوم 5 يوليو إن شاء الله ما بين اليوم و 5 يوليو مفتوح مركاتو ترانسفير اليوم مركاتو تنقلات بين الفراق اللي يبقي ببعض جوار طاح ولا جوار كان في فريق واخر هذا معدلين المولين نفس التنسيق الذي يخلق الحمد لله في البطولات العالمية ومفتوح يوم 5 ينقفال وتبدأ إن شاء الله البطولة درجة الأولى المنبرات القتامية شهد شطها الأول تكافعاً في الأداء والفرص والمستوى الفني فيما استطاع ابناء العاصمة من فريق تيارت تغيير المعادلة وتحريك قطاع الشطرانج داخل الملعب لصالحهم وحسم النهائي في طبعته الأولى بنتيجة هدفين دون رد الحمد لله وشاكرين كل من مساهم في البطولة وفي نجاح البطولة الحفل القتامي تميز بتوزيع الميداليات والكوس على الفرق الأولى حيث نال فريق تيارت الميداليات الذهبية وكاس السوبر كوبا فيما نال فريق جوجة درع الوصابة والميداليات الفضية وكانت الميداليات البرونزية منصب فريق الميدالر الحائزي المركز الثالث في الترتيب بعد فوزه في مباراة تحديد المركز الثالث على حساب فريق الرياض من الواكشوت وقدمت خلال الحبل جائزة اللاعب النظيف لفريق باسكنو وجائزة أحسن لاعب لصالح اللاعب محمد فال من فريق المزردر وجائزة أحسن حارس للحارس محمود باع من فريق الرياض فيما ذهبت جائزة أحسن هداف لللاعب إبراهيم دارغيت من نادي أكجوجة الذي تمكنها من تسجيل 19 هدفا خلال الدورة الأولى ميكاسي السوبر كوبا نهاية المسائية تذكير بالعنوين المترشحون للانتخابات الرئاسية يواصلون إنشطتهم الدعائية لشرح برامجهم الانتخابية ودعوة الناخدين للتصويت لهم يوم الاقتراع الحملة الدعائية المترشحين لرئاسيات عشرين أربعة وعشرين تتواصل على عموم التراب الوطني في جو تطبعه السكينة والانضباط اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تخصص النقطة الصحفية اليومية للحديث عن طواقم الإشراف على عملية الاقتراع والطعون الموجهة في هذا الإطار في الختام هذه تحيات فرق العمل والتحيات نلتقي منتصف الليل إلى ذلك من الحين الطيب المناء اشتركوا في القناة